نرى كيف سنقلب الرز تقليبة سريعة ونبدأ نغرف الرز بسم الله نبدأ نغرف البخاري شوفوا المنظر كيف شوفوا اللحم شوفوا معي الحبات مستوية شوفوا اللحم شوفوا اللحم كيف أنا كده أقدر هذه الموزة شوفوا كيف يا أهلا وسهلا فيكم بقناتي أنا شف وجدان محمد إذا أول مرة تشوفوا قناتي أو فيديوهاتي لا تنسوا تشتركوا في القناة فعلوا جرس تنبيهات اكتبوا لي رأيكم تحت في الكومنتات ولا تنسوا تشاركوا هذه الوصفة مع أي شخص تحبه يطبق الطريقة ويستفيد منها طيب اليوم هنسوا الرز البخاري هنحتاج جزر تمام منقطع زي كده طويل وحنحتاج بصل وحنحتاج لحم طبعا الرز البخاري الرز البخاري مشهور عندنا في السعودية وكثير مننا يحبه تمام طيب مكوناته جدا سهلة وبسيطة هنسوا اليوم باللحم لحم الخروف طبعا طيب أول شي هنبدأ نقلي الجزر أول شي في البداية هنبدأ نسخم طبعا الزيت تمام وننزل الجزر هنا أنا نزلته الزيت حار حيستوي معنا الجزر بسرعة وحنخرجه في تقريبا دقيقة حنخرجه خلاص شايفين هنا في الصورة كيف استوي الجزر كيف لونه أتغير كيف حتى حجمه صغر تمام عادة الجزر بياخد وقت معنا يعني تقريبا بياخد خمسة دقائق على ما يستوي ويدبل وما بيكون بدرجة الاستيواء هادي تمام احنا مطلوب درجة الاستيواء الا زي كده بعدها ايش هسوي خلاص قلينا الجزر طبعا هننزله على دفعات عشان ما تتغير درجة حرارة الزيت هنبدأ نقلي الزبيب الزبيب هنا لازم تهدو الزيت مرة لو خلته عالي مجرد ما تنزلوه في الزيت والزيت يكون مرة حار حينحرق الزبيب بسرعة لانه الزبيب على طول ينقلي تمام يستوي بسرعة فهننزل الزبيب على زيت هادي تمام او درجة مرة منخفضة ونستنى على تقريبا دقيقتين ثلاثة دقائق ونحرق زي كده بشكل مستمر عشان يتحمر الزبيب من جميع الجهات ما يكون نصه متحمر بعضه ينحرق زي كده تمام خطوة الثالثة هنبدأ نقلي البصل الابيض تمام الزيت يكون حار وسط وبعدها ننزل البصل ونخليه يذبل ويتغير لانه نقطة مهمة اقول لكم اياها لازم بعد ما نقلي الزبيب والجزر انغطيهم عشان ما يصير معانا الزبيب قاسي وقت ما نحطه فالرز هادي نقطة مهمة ممكن كثير ناس ما يقولوا لكم اياها طيب ما يحتاج تنقعوا ولا شي في ناس تقول النقع بعدها نقلي لا طبعا لا تنقعوا ولا حاجة قبلوه وغطوه زي كده خلاص ونخليه على جمع بعدها نزلت اللحم مع البصل بعد ما صار لونه كده طبعا هذا الجزء هذا مفروض انه كان يتصور بس الكاميرا ما اشتغلت وما صورت فنزلت اللحم حمسته مع البصل حلو بعد ما نضيف ايش بعد ما نحمسه كويس ويتحمر ايش الهدف من لما نحط اللحم مع البصل نبغى يتحمر من كل الجهات تمام ياخد نكهة وياخد لون وخلاصا من نتحط المرقة ما يحتاج انكم تطلعوا الزفرة فهمتوا بعد ما حمسته كويس وتحمر من جميع الجهات شايفين اللون توف يتغير تمام؟ هنضيف عصيرة طماطم طماطم تقريبا ثلاثة حبات وعصرتهم واضفتهم بعدين اضفت معجون الطماطم نفس الشي هنحمسه مع اللحم والمرقة تمام؟ اللي هي نزلت الموية اللحمة شوية والزيتة اللي تحت تمام؟ وحطاني عصير الطماطم ومعجون الطماطم فصار فيه زي مرقة زي ايدام تمام؟ هنحمسهم كلهم مع بعض هنخذهم تقريبا خمس دقائق يغلوا شويتان اضفت كمون واضفنا بهار مشكل قليل بس اكثر شي في الرزة المخالي يضعوا الكمون تمام؟ هذا هو السر بعدين اضفنا هيل حبات كده تقريبا اربع حبات مو مطخون حب وخلاص هنقلبهم اخر تقريبا كده مع بعض مهمة جدا انكم تقلبوا كل المكونات مع بعض تتوزع النكهة اللحم يتحمس مع معجون الطماطم مع الزيت مع البصل هاد الخطوات مرة مهمة تمام؟ هتفرق معاكم في الطعام بعدين اضفت الموية الموية تكون حارة ولازم تغطي اللحم لازم تغطي اللحم عشان اللحم يستوي بعدين زي كده زي ما انتو شايفين اللحم كان بارز على الوجه حاولت ان ندخله انه الموية تغطي وغطينا تقريبا ساعتين ساعة ونص على حسب نوع اللحم اللي تستخدموه تمام؟ بعدين اخر حاجة بعد ما استوى معايا اللحم شوفوا معايا كيف برز العضن معانا تمام؟ واللحم الساعة حننزل الرز حلو؟ الرز حبة طويلة مغسول ومنقوع مهم جدا انكم تنقعوه تمام؟ تقريبا نص ساعة ساعة زي ما تفضلوا يعني بس اهم شي تنقع لفترة بعدين اضفتوا على اللحم اضفتوا على اللحم مع المرقة وخلاص هنقلبوا كده تقليبة خفيفة مع المرقة ونغطيه نحطها لغطى ونحط فوق ومنشفها وطبعا لمنشفه نغطيها ونطبقها كويس وننتبق انها تمسك في النار يعني نكون حذرين من هادا النقطة وبس بعدها هفتحه كده هفتح الغطى تقريبا بعد رؤى عشرين دقيقة اقلب الروس تقريبا خفيفة مع المايا وارجع احط الجزر والزبيب واحد سوف نضف تقريبا خفيفة مع المرقة اضفت المرق سوف نضيف حصي ونضيف حصي نغطي الجزر و الزبيب كويس مرة ونضع المنشفة نطبقها ونضعها تقريبا 10 دقائق سيكون جاهز معنا طبعا النار نضعها مرة حادية شايفين كيف مشا الله تبارك الله وكذا الرز البخاري سيكون جاهز شوفوا مشا الله تبارك الله المنظر شوفوا كيف المنظر ده حين هنقلب الزبيب مع الجزر مع الرز شي شي لا يقاوم طيب شوفوا كيف مشا الله شوفوا الرز كيف نسري ومستوي بسم الله نبدأ نغرف الرز تماما الزبيب طري والرز مستوي ونسري بسم الله نبدأ نغرف البخاري شوفوا المنظر كيف مشا الله شوفوا اللحم كيف مشا الله تبارك الله شوفوا الرز كيف نسري حار بشكل يعني شوفوا البخار كيف شوفوا مشا الله اللحم دايب دايب يا جماعة شوفوا مشا الله شوفوا كيف الجمال يا جماعة شوفوا معايا قد ايش نسري الرز شوفوا كيف شوفوا مشا الله شوفوا مشا الله طيب انا كده اقدر اقول لكم حرفيا اتعدى مرحلة اللذاذة لازم تجربوا وبالعافية طبعا لازم ندوق ووريكم اللحم قد ايش مهري شوفوا هادي الموزة اوكا شوفوا كيف طبعا مرة حارا اجيب شوك شوفوا 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 كيف شوف نتري كاف يا جماعة ناخد كده قطعة من اللحمة اللحمة هادي الموزة رهيبة طيب شوفوا هنا شوفين ونقول بسم الله طبعا انا مستعجلة فايش مرتبت لكم الصحين شوفوا شوفين المنظر كاف بسم الله حكاية ندادة ندادة الروز نسري اللحم مهري ندادة ندادة ندادة